قبل أيام قليلة من عرضها عليه الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن رفض مبادرة الإنقاذ التي أطلقها اتحاد الشغلي بمشاركة ثلاث منظمات وطنية موقف قد يسهم في تعمق الصراع بين سعيد والمنظمة النقابية وتصاعد حركة الاحتجاجات والإضرابات البرلمان موجود حوار وطني يعني شنو الحوار؟ هناك حوار يتم إن شاء الله في البرلمان نبي محمد المشرق ولكن حربنا على الفساد ستتواصل دون هواد العمل على حشة المجتمع المدني والسياسي وإطلاق حوار وطني من دون الرئيس سعيد هما الخطة البديلة التي طرحها الاتحاد خطة تطرح تساؤلات عديدة حول مدى نجاحها وجدواها في ذل رفضها من قبل السلطة فهو أن يلجأ إلى حوارا بدون رئيس الجمهورية وبدون حضور الطرف الحكومي وبالتالي سيكون حوارا محكوما عليه منذ البداية بالفشل لأنه لا يمكن لأطراف أن تحاور نفسها بنفسها دون وجود الخصم القادر على تقديم تنازلات وإعطاء هذا الحوار معنى إيجابي ونتائج إيجابية وفي ذل الإنقسامات السياسية تسعى الجزائر إلى لعب دور الوساطة في تونس بهدف لمشمل الفرقاء التونسيين حيث أكد الرئيس الجزائري أن هذه الخطوة تاتي من منطلق حرس بلاده على منع انهيار الدولة التونسية بين تمسك اتحاد الشغل بالحوار الوطني ورفضه من قبل الرئيس سعيدة قد تجد البلاد نفسها عالقة وسط تراكم الأزمات وغياب الحلول وهما قد يفضي إما إلى قطيعة بينهما أو إلى تسوية شاملة تعيد ترتيب المشهد السياسي في البلاد سميح البغاني تونس الميدن ترجمة نانسي قنقر